برضو يعني نجم كبير من النجوم الكبار الحقيقة اللي موجودين في عالم كرة القدم أرونة كونيه مهاجم منتخب كوديفور وفريق أشبالية الأسباني وهائفرتن الإنجليزي وإند هوفن الهولندي السابق الحقيقة وكلام مهم جدا فيما يخص مثل هذه المباراة أرونة يعني مرحبا بك على شاشة قناة نادي الأهلي شكرا 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 في البداية يعني طبعا عايزة كلمك أو أتكلم معك عن النادي الأهلي النادي الأهلي هو الأكثر تحقيقا للبطولات على المستوى العالمي تاني نادي تحقيقا للبطولات القرية بعد ريال مدريد رأيك الأهلي بكل البطولات حصل عليها يعتبر أكبر النوادي العالمية نادي يستحق الإحضرام ومصر كمان بلد كبيرة لديها الكثير من المهارات في مجال كرة القدم وهو علامة مميزة في عالم كرة القدم طبعا ألف مبروك لفوز كودفور في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية وتتويج كودفور بعد معاناة الحقيقة في دور المجموعات شفت فوز الكودفور في هذه النسخة الكثير الكثير بيعتبرها واحدة من أفضل النسخة التي تمت في الفترة الأخيرة في الحقيقة كان تصور كبير لكل الشعب الإبوارياني أنه يحقق ويكسب البطولة كان شعر في كل البلد هذه الثانية مرة كودفور تنظم الأمر مختلف قليلا عن المرة الأولى المرة 24 فريق قاموا بالمشاركة مع الكثير من التنظيمات فكان الأمر مختلف ونحن نحقق ونأتي بالنجمة الثالثة فكان مكوت كبير على الفريق اللعبة كانوا مضغوطين ومعظمهم كانوا من الشباب فكان ضغط عليهم المشاركة في الكان في الأخير قدرنا أن نكسب ونأتي بالكاس في الأخير فيه الحقيقة نجح في تغيير شكل وطريقة أداء كودفور بعد أداء هذه الحقيقة مع المدير الفني الفرنسي اللي قابله يعني جاكسي هل أنت متفق مع قرار الاتحاد الفواري في استمرار فعيم مدربا للمنتخب وهل كودفور قادرة على تأهل لكاس العلم القادمة؟ مدربا للمنتخبرة على تغيير شكرا جدا كانت مستغرب أنهم شبهة قاموا بعقاب جاكسي وكل الشعب الإفاري كان مستغرب من قرارهم يعني فعليا هو ما تمش إقالته هو اللي قدم استقلته وفي الحقيقة ما كانش في حالة تانية غير بعد ما قدم استقلته ما كانش في حالة تانية غير التكملة مع فايي وهو كان عنده قدرة أنه يدير الفريق بشكل ملحوظ بشكل جيد وكان عارف وكان قريب للشباب مقارنة بجاكسي فبالتالي كان عندهم مقدرة للتواصل معهم أفضل منه والتأثير عليهم ووضع كل الأعيف في مكانه الصحيح فبالتالي كان يشارك في تحسين أداء الفريق وساعدهم كثير أنهم يحسنوا من مستويهم وبفضل المغرب طبعاً ده ساعدنا للتأهل فده كان حماس زايد ليهم لحمسهم أنهم يقدموا على الخطوة اللي بعدها ويكسبوا بعد سنغال والكونجو كان تجربة عظيمة لفعي أنه يقدر يدير الفريق ويعدي بكل ده سنغال والكونجو ويقدر يوصل للفريق أنهم يكسبوا طيب الحقيقة سباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند والحقيقة تجاوز صعوبات كبيرة جداً حتى استطاع أن يفوز مع كوديفور وتحقيق إنجاز تاريخي له الحقيقة بدعم من الجيل بتاعكم أنت أرونة ومجموعة اللاعبين سواء ديد رجبة اللي كان له لقطات شهيلة جداً في الملعب جوجود ديدي كان عامل مؤثر هو علامة من أكبر علامات كوديفور وهو يعتبر سفير للبطولة وممثل لها كمان يوجد يايا توري يعد ممثل للبطولة لكنه لم يتبقى له العديد من الوقت حتى يستطيع المشاركة فوجود ديدي ساعدهم كثير ودعمهم معنوياً وشجعهم حتى يستطيعوا الفوز وجوده أثناء المتش كان ليعامل مؤثر تشجعهم وحمسهم أنهم يكسبوا وده هم أمل في الفوز فوجوده كان ليعامل مهم جداً حقدك المباراة الأهلي والزمالك للمباراة معروفة أنها من أقوى الدربيات في العالم الحقيقة وإحنا مقبلين على مباراة مهمة جداً يوم الجمعة شايف الدربي أو الكلاسيكو ما بين الأهلي والزمالك إزاي في ظل هذه الأجواء التي تكلمت عليها سواء في مصر أو في النادي الأهلي أو في النادي زمالك الأهلي والزمالك يعتبرون من أهم الفرق في عالم الفوتبول هم من الدربيات المشهورة في العالم كله في كل بلد في أشهر دربيات أشهر دربياتها في الأهلي والزمالك مستوى عظيم من الدربيات أظن أنه سيكون مطش كبير عظيم يستمتع بكل محبي كرة القدم خاصة مشجعيهم أتمنى أنه أننا يكون لنا شرف أننا نتفارغ عليه وأنه يتم على خير طيب محمد صلاح وما يقدمه مع فريق ليفربول الحياة ومن وجهة نظرك يعني هل يستطيع محمد صلاح الفوز بخلال الفترة القادمة ولا كبر ولا إيه من وجهة نظرك هل يستطيع أن يفوز بأفضل لعب في العالم ولا صعب أنا جاي في النوز الأمر صعب شوائد في الفترة الحالية لأن الوضع الحالي ليفربول ليس هو نفس الوضع ليفربول كما كان من سنتين قبل من السنة اللي فاتت ليفربول كانت تحاول تأتي بلعيبة أكثر شباباً عشان يحدثوا ويشتغلوا على أداء الفريق فهو حالياً يعتبر هو الوحيد اللي يحمل شايل الفريق فأظن أنه في مرحلة ما هيكون أجهد وتعب بما أن الإعدماد الكل يعليه مقارنة بما كان الوضع عليه من قبل فحالياً الأمر صعب فلو رجعت لليفربول نفس مستواها من قبل وأداءها كما كانت محتاجة مجهودات كثيرة حتى تستطع من جديد السيطرة على أوروبا ويستطع حينها صلاح الحصول على هذا اللقم أرونا كونيم مهاجم منتخب كودفور وفريق أشبلية الأسباني وأيفرتون الإنجليزي وأيندهوبن الهولندي شكراً جزيلاً على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي أمين